اشتركوا في القناة وخلال هذه الزيارة اطلع الوزير على أعمال التطوير والصيانة المنفذة في مرافق السوق والتي تصب في خدمة التجار ومرتادي السوق وكدن سعي الوزارة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية رامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق النموذجية الحديثة والتي تلبح احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء وأشار خلف إلى أن هذه الجولة تهدف إلى تقييم إنجاز الخطة التطويرية للسوق والتي تشمل صيانة المكيفات والمعاينات الدورية لأنظمة التهوية وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية ومواصلة تطوير أعمال النظافة لجميع الأسواق وتحديدا في سوق الخضروات والفواكه واللحوم وحتى الأسماك إلى جانب الاحتمام بالممرات ومساحات الشحن والتفريغ وصولا إلى تطوير منطقة وقوف الشاحنات في المنطقة الشمالية من السوق والتي من المؤمل البدء في تشغيلها خلال الربع الثاني من العام الجاري ترجمة نانسي قنقر